مساء الخير من جديد مساء الخير لإلك سمر وللمشاهدين طبعا وطبعا بدنا نعز أهلا لريتا يعني بهالاخسارة الكبيرة اليوم بفقرة المرافعة سمر قدرت الجديد بمصادرها الأمنية ومصادرها الإدارية ضمن وزارة الأشغال أنها تقدر تحصل على كامل ملف مسح الجيش يلي منتظرينه كل اللبنانيين بموضوع الأملاك البحرية يلي اليوم بيقدر يفوت على خزينة الدولة مصاري كتير ولازم يشيل عن الشاطئ اللبناني التعديات كتير لأنه مش بس المهم دفع المصاري إنما إزالة التعديات وباختصار قبل ما نفرج أمثلة عن شو معنى من ملفات باختصار مساحة التعديات على الأملاك البحرية بمسح الجيش الجديد هو إضافة التعديات اللي صارت من الأربعة وتسعين للألفين واربع وعشرين هو أكتر من مليون ونص متر مربع من التعديات الإضافية على الأملاك البحرية والشاطئ اللبناني يعني هذا الرقم اللي عم نحكيه هو مليون ونص متر مربع تعديات اقترفت من مسؤولين من مواطنين عاديين من مسؤولين من رؤسة بلديات وغيرهم من المسؤولين على الأملاك البحرية ما عم نحكي انطلاءاً من معلومات وصلت لنا من فلان إنما من مستندات عم نقريها عم نقدر نقارن فيها وعم نحكي حسب هذه المستندات إذن الرقم بالأربعة وتسعين كان بحدود حسب الأربعة وتسعين عم نحكي مسح الجيش بين الأربعة وتسعين وستة وتسعين كان تقريباً حوالي الخمسة مليون متر مربع اليوم عم نحكي بأكتر من ستة مليون ونص وين الدولة؟ القانون 2017 يلي قال تعولى حتى نعمل مرسيم إشغال وتدفعوا غرامات حكي بكل بساطة لنوضح للمشاهدين قبل الأربعة وتسعين يلي عنده تعدي قبل الأربعة وتسعين بيدفع الغرامة والتعدي منشوف شو منرجع منعمل فيه أما اللي بعد الأربعة وتسعين بيدفع الغرامة وبيصير في إزالة للتعدي تبعه فوراً هل رح يدفع الغرامة؟ ونحنا كنا شفنا بيسكت حكم الفاسد في مسؤولين لليوم معهم كتير مصاري بخزينتهم بس ما دفعوا مصاري للدولة اللبنانية على تعدياتهم؟ هل رح يصير في دفع للتعديات؟ وهل رح يصير في إزالة للتعديات؟ حيث يجب أن تزال هذه التعديات؟ طبعاً نحنا رح نرائب بكاميرا الجديد الاستقصائية ورح ندلنا نتابع لنشوف إذا النتيجة رح تكون متل ملازم أو لا وطبعاً رح نضوي على كل الأسماء بكل لبنان من دون استثناء واليوم بأول فقرة من المرافعة على الأملاك البحرية رح أحكي عن مثلين المثال الأول هو شركة كيمويات لبنان يلي بتفرجه بالمستند وعم نشوفه على الهوى بالمستند عم نشوف هذا المستند يلي بيحكي عن شركة كيمويات لبنان يلي هي بمرسوم عندها مرسوم إشغال من الأربعة وستين بيسمح لها بالتعدي على 13.135 متر مربع أما التعدي هي اللي ردمته 34.465 متر يعني ليكم أديه سمر هذا الرقم المرتفع يعني المسيحات المردومة هي أكتر من ضعف المسيحة اللي مسموح لإلها بإضافة لإنشاءات من البطون ومستودع وخزان وغيره من الإنشاءات هيدا عم نحكي عن تعديات شركات كيمويات لبنان بسلعاتها البترون مش عم نحكي عن تعدياتها على رئات الناس وعلى رواياهم عم نحكي عن تعدياتها على الأملاك البحرية رغم أنها حصلة على مرسوم وتعدت على هيدا المرسوم بألاف الأمطار وبكل وقاحة شركة المتالات السياحية بلبنان وبكسروان بجبل لبنان عم نحكي عن مرسوم بيسمح لها ونشوف كمان بالمستند الآخر لو سمحت مخرج بيسمح لها المرسوم ب18.535 أما هي فعندها فقط المسيحات المرضومة 27368 إضافة لحماية صخرية وبناء من البطن يعني هولي إذا إخدين مرسيم عم نحكي مرسيم هالمثالين فقط من بطاقات التعريف يلي صادرة عن الجيش اللبناني يلي نحنا كنا عم نحكيها ونفرجيها للمشاهدين بالمستندات فرجينا عن ألاف الأمطار يلي صار فيها تعدي وعم نحكي هون عن مرسيم موجودة فكيف يلي ما عندهم مرسيم وقدي عددهم مستمرين بفقرة المرافعة بالأملاك البحرية لحتى نكون عم نفرجي المشاهدين بالأدلة كل المخالفات بالأرقام ومين هو المخالف واليوم حكينا عن البترون وكسروان هلأ بيطلع بعض الأشخاص بيقول لنا بس عندكم البترون وكسروان ما في غير مناطق بلبنان لا رايحين لعندنا به بره بالتعديات بالاسم وبالمستند عند وليد جملات بالتعديات بالاسم والمستند عند كل السياسيين سمينا اتنين لأنه راحنا من مال لمال ورايحين على كتير وكتير من كل الأشخاص وما راح نترك بقعة فيها تعدي إلا ما نكون عم نذكرة بس مش نحنا شغلتنا نزيل التعدي ووزير الأشغال يلي حكي وطلع عمل مؤتمر وخبرنا عن مسح الجيش اليوم هيدا المسح صحيح بعده مش موجود إلا معنا بالجديد وطبعا معك أكيد عندك نسخة عنه فشغلتك شغلتنا نضوي وشغلتك تكون عم تتابع وتشيل هذه التعديات شكرا لألك ليال يمكن أهم شي بها الموضوع كمان أنه مايروح الصالح بعزة طالح لأنه في ناس منا متعدية وفي ناس عم جد ملتزمة بالأوانين بس عم بيروحوا كله دبما مثل ما طبعا وهون لازم يكون هيدا العدالة صحيح شكرا لألك ليال بو موسى اشتركوا في القناة